احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين من جاءنا بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والأقوال والأحوال ما ترك لنا نبينا شل الله عليه وسلم شيء يقربنا إلى ربنا وإلى جنته إلا وقد ذلنا عليه وما ترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم شيء يبعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم الحلقة ونحن نتكلم عن مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق لابد أن تعلم إذا كنت تتكلم عن مكارم الأخلاق فإن أتيت بشيء ينافيها فقد ضاعت أخلاقك وضاعت قيمك ويذهب دينك سدى نتكلم اليوم عن أمر يذهب وينفي عن المرء مكارم أخلاقه كلها عن أمر بسببه تذهب عقيدة المرء ويضيع دينه ويصبح المرء بلا إيمان وبلا عقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر الخطير وحذرنا منه ربنا جل قدرته في كتابه العظيم ألا وهو السحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضوان الله عليه اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هي يا رسول الله السبع الموبقات أي السبع المهلكات إذا تورط المرء في أي واحدة منهم فقد تورط في الهلاك كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الرسول اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا مال اليتيم وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هذه هي السبع الموبقات السبع المهلكات التي دلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انظر كيف قرن ربنا جلت قدرته الشرك به بالسحر اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر الشرك بالله وثاني أمر من الموبقات من المهلكات السحر لأن السحر يخرج المرأة من ملة الإسلام ويخرج الإنسان من دين الله جلت قدرته ويصبح هو والمشرك في بوطقة واحدة وفي قارب واحد في قارب السوء في البعد عن الله جلت قدرته والقرب من النيران ولا غفران لهذا ولا ذاك كما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالتوبة النصوح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسلم عن أبي هريرة رضوام الله عليه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لما؟ لأنه يكفر لأنه يكفر بالله جلت قدرته كيف الله جلت قدرته يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيباء إلا الله والمرء إذا ما ذهب إلى عراف أو كاهنا فصدقه أتاه بأمر غيبي لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله إذن أنت أشركت مع ربك غيرا ادعيت أن هذا الكائن أن هذا الساحر أن هذا العراف قد علم ما يعلمه الله أو قد اطلع ما لم يطلع عليه الله أحدا من خلق من أمور الغيب إذن فأنت تكذب القرآن الكريم تكذيبا صريحا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقول بعض أمهات المؤمنين في حديث مسلم رحمة الله عليه عن بعض أمهات المؤمنين تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما أنظر إلى الخطر العظيم الذي يقع فيه جل معظم المسلمين أغنياء وفقراء متعلمين وغير متعلمين هذا الأمر الخطير الذي يقع فيه الناس اليوم إلا من رحم ربك إذا ذهب المرء إلى عراف فسأله عن شيء ولم يصدق لم يقبل كلامه لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو يعلم ذلك علم يقيم فلذلك لما ذهب إليه وسأله عن شيء فهو لم يصدقه ومع ذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي ذهب وأتى إلى العراف لم تقبل له صلاة أربعين يوما كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر أمر خطير يقدح في عقيدة المرء ويقدح في دين المرء والسحر الذي حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو واقع هو أمر واقع في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحرة الكذابين هؤلاء الدجالين هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله رب العالمين كل هؤلاء في النار وبئس القرار والمرء المسلم ينبغي عليه أن لا يذهب إلى هؤلاء الصحرة الدجالين بأي حال من الأحوال السحر خطره عظيم منه ما هو واقع ومنه ما هو خيال السحر منه ما هو واقع حقيقي ملموس الساحر يسحر الإنسان فيصيبه في بدنه فيصيبه في عقله فيصيبه في عمله يصيبه في حياته هذا أمر واقع بل لنا عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه انظر يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون السحر واقع وخيال واقع يصيب المرء يفرق بين المرء وزوجه كما أخبرنا ربنا جلت قدرته تجد الرجل يحيى في هناء وفي سرور وفجأة سحر له فعل له سحر فهو لا يقرب امرأته لا يطيق امرأته امرأته لا تطيق يفرقون به بين المرء وزوجه كما أخبرنا ربنا جلت قدرته الرجل قد يكون في عمر عمل قيم ومع ذلك تجده وفجأة يتقاعص عن عمله يصاب بالمرض يصاب بالألم يصاب بأشياء كثيرة لا يعلم مداها إلى العلامات التي تأتي تدل على المسحور نخرج فاصل ونعود إليكم مرة ثانية إن شاء الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعده يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا من سحر أو سحر له ليس منا من تكهن أو تكهن له الساحر ليس منا ليس من أمة الإسلام والذي يذهب إلى الساحر من أجل أن يسحر له ليس منا ليس منا من تكهن من ادعى الكهانة من ادعى علم الغيب ليس منا ومن تكهن له من طلب ذلك ليس منا ليس من أمة الإسلام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تعلم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له هذا الساحر يتعامل مع شياطين الجن والساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كان كافرا بالله إلا إذا قدم القرابين للشياطين إلا إذا فعل ما يغضب الله جل قدرته بداية من أجل أن يكون ساحرا يدخل القرآن الكريم حتى تعلم أنت تذهب عند من وما هذا الرجل من أجل أن يكون ساحرا لابد أن يكون كافرا وإن ادعى الإمام وإن ادعى الصلاح وإن زعم الناس أنه ولي من أولياء الله جلت قدرته فهذا كذب ودجل يدجلون يكذبون به على خلق الله ويروج على كثير من الحمق المغفلين الذين لا بصيص لهم ولا نور في دين الله جلت قدرته من أجل أن يكون ساحرا لابد أن يكون كافرا بالله ماذا يصنع؟ يقول على المصحب يمزق كتاب الله يضع العذرة على كلام ربك الكلام المرء يشمئذ منه من أجل أن يقول ولكن أنا أقول ونفسي تشمئذ ولكن حتى يعلم الناس كيف يكون هذا الساحر يدخل يضع كتاب الله القرآن الكريم يضعه في بيت الخلاء في دورة المياه كلام ربك يضعه في الخلاء يكتب القرآن وخاصة الفاتحة معكوسة يكتب القرآن الكريم بالنجاسات من أجل أن يكون ساحرا لابد أن يقدم أنفال هذه القرابين للشياطين ويسجد للشيطان من دون الرحيم الرحمن وإن ادعوا غير ذلك فلابد أن يفعلوا ذلك من أجل أن يطيعه الشيطان وكلما كان الساحر كلما كان الساحر أكثر كفرا بالله كلما كان الشيطان أشد له طاعة يعني كلما علت مرتبته في الكفر الساحر كلما ازداد في الكفر وكلما استحل المحرمات وأتى بالموبقات كلما استجاب له الشيطان الرجيم هذه مهمة الساحر هذا الذي يطلب منه من أجل أن يطيعه الشيطان الشيطان الشياطين الجن تطيعه على قدر قربه منهم وعلى قدر بعده من الله جلت قدرته كلما كفر بربه كلما ازداد له طاعة وكانوا تحت أمره ورهن إشارته يفعلون له ما يشاء فلذلك الساحر كافر وإجماع الأمة على أن الساحر كافر وعلى أنه يقتل حده في الإسلام القتل من كان ساحرا حده في دين الله جلت قدرته أن يقتل كما بيّن علماء عليهم الرحم ولكن ليس القتل لا لي ولا لك وإنما الأمر لولي الأمر هو الذي يتولى أمر قتل الساحر كما بيّن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس قتله لا لي ولا لك هذا الساحر الكافر بالله جلت قدرته أم تأنساء خاصة تذهب إليه إذا ما أتى الغل إذا ما أتى الحقد إذا ما أتى الحسد إن مرأة لم تتزوج وقرينتها تزوجت يأتي الغل في القلب والحقد والحسد فتذهب إلى الساحر من أجل أن يعمل لها من أجل أن يسحر هذه المرأة فيفرق بينها وبين زوجها هذا تخرج وارتقى بوظيفة عمل بوظيفة مرموقة وفي مكان سعد به والده وسعدت به والدته وكان مفخرة للناس أجمعين وفجأة تجده مصاب بألم في بطنه مصاب بأمر نفسي يجعله يحجم عن عمله وبعد أن كان في القمة في الصدارة تجده يتقهقر للخلف لأنه أصيب بالسحر فالسحر موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقة وله خيال نحن نتكلم عن سحر الحقيقة وأما سحر الخيال الذي كان موجودا على عهد موسى عليه السلام وموجود إلى يومنا هذا معنا اتصال هاتفي أستاذ خالد من البحيرة أبو خالد أبو خالد أبو خالد عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ربنا يبارك فيك أفضل السلام سؤال استفسار زغاية لا أنا عندي خطط مفترض مفترض من أصباعة بالأس لا وضع حضرتك التلفزيون لكي أنا أستمع كويس أفضل أفضل المفترض أنه ينجي خطط عرض تخطط عرض على سباعة Bilicit قطعة أرض قطعة أرض قطعة سباعة Bilicit لماذا أن تصب inscre هتصبحها إلى المدرسة لا تصب في programs أموكة نعم تمام لا تكمل ذلك يا شيخ، خلقاتها تعرضها على صباها بالأسط هتصبها بالأسط؟ اه، تمام؟ تمام المفترض ان انا على صباها مثلا نظير مبلغ معين يعني ان الله عرضها مثلا يدق علي مئة ألف جميعا مثلا أو مئة وخمسين ألف تمام في خلال مثلا عشر سنين اه واتفعت على كده والكلام ده كله عادي اشتغل انا في خلال الفترة دي اتوفر معي مثلا عشرين تلاتين اه عايزة دهمه نظير ان هو ينزل من المبلغ الإجمالي لما مؤسطه على نفسي وضع القصة دي ايه؟ اه، تمام تمام؟ تمام طيب، بص حضرتك هو انت اللي انا فهمت منك ان انت ده امر بناء بالتقسيد مظبوط؟ تمام بناء بالتقسيد انت بنيت بالتقسيد بقي عليك من المبلغ وليكن مئة وخمسين ألف زي ما ذكرت المئة وخمسين ألف دول بتعملهم جدولة عليكن خمس سنوات هتدفع في الشهر مثلا ألف ألف ونص ألفين جنيه تلات تلاف زي ما يكون انت توفر معاك مبلغ مرة واحدة عاوز تديه للمئاول نظير للمئاول يخفف عنك من القصة مظبوط؟ تمام انت بتسأل بقى حكم الشرع في ديت ايه اللي تم؟ ولا بتسأل عن ايه؟ تمام بص حبيبنا خلاص فين تسألك أستاذي؟ أجاوب حضرتك عليه بالنسبة للبناء البناء بالتقسيد لا شيء فيه ان الانسان يبني منزله بالتقسيد هذا أمر لا شيء فيه يعني مفيش اي حرمة على الانسان اللي هو بيبني بالتقسيد انت توفر معاك مبلغ هتروح تعطيه للمئاول هتتفق مع المئاول انا هعطيك مثلا مص المبلغ نظير انك انت بتخفف عني من المبلغ شوية ان راضي وانت ارتضيت كان بها اذا لم يرتضي هو وأصر على موقفه فهذا اتفاقكم من البداية وهو حقه يعني ان راضي انه ياخذ منك نص المبلغ ربع المبلغ نظير انه يخفف عنك فهذا حقه ان قالك لا احنا على اتفاق وان احنا ماشيين على نفس الاتفاق الاولاني ولو ادتني النهاردة المية وخمسين اخوتهم برضو منك مية وخمسين فهذا حقه والمسألة بترجع الاتفاق ما بينك وما بين المئاول والمؤمنون عند شروطهم نعود لحديثنا عن السحر اللي احنا بنتكلم عنه هذه الموبقة هذا الامر الشميع الذي لا يرتضيه دين وقد حرمه ديننا الاسلام الاسلام الحنير الساحر كافر وابرز الناس في السحر من كانوا على غير ملة الاسلام يعني تجد ان السحر برزوا في عهد فرعون سحر سحرة فرعون هذا كان سحر تخيلي اللي احنا كنا قبل السؤال كنا بنتكلم عنه اللي هو السحر التخيلي ذي ما ربنا قال هم بيخيلوا يخيل لكن لا يفعل بالجسد شيء هذا لا يفعل بالجسد شيء ولا يصيب بالإنسان شيء وهذا سحر وقد حرمه الله اللي هو السحر سحرة فرعون سحر سحرة فرعون ربنا قال إبا يخيل إليه يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى ويلقي العصاء فهو لا يسحر العصاء وإنما يسحر النظر نظر الناظرين إلى العصاء فيخيل للناظر أنه أن العصاء قد قلبت فعبان وأنها تسعى فيخيل إليه وغاية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى هذا سحر خيال بخلاف موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفقون لم يكن موسى عليه السلام قد أتى بسحر موسى لم يأتي بسحر وإنما أتى بموسى فأتى بمعجزة حقيقية إن قلبت عصى موسى حية تسعى حية حقيقية حية حقيقية تلقف ما يأفقون كما أخبر الله جلت قدرته فسحر سحرة فرعون كان سحر خيال سحر تخيلي يسحر العين ترى شيء أيما أنت بتشوف النهاردة يقول لك يسحر عينيك يعني تلاقيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقيه يجيب لك حاجة كده وبص تلاقيه راح صندوق وشل لك الصندوق ما كانش فيه أي شيء وانت شاف إنه ما فيه شيء شل الصندوق تلاقيه فيه حمامة هذا ساحر هو يسحر النظر هذا ساحر وهذا بالله كافر كما أخبرنا ربنا وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحده القتل بالسيف لولي الأمر تلاقيه تلاقيه حطت قدامه سلة أي شيء أفص أي شيء يشيله بعدما يشيله تلاقيه فيه حمامة من أين أتت هذا سحر سحر دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه سحر خيال ولكن السحر الحقيقي بأتي منه أصناف كثيرة جداً منه سحر تفريق معنا اتصال هاتفي أم البراء شكراً شكراً عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا كنت باسمع رؤية الشرعية وبهد السماعات طيب ممكن حضرتك توطي تلفزيون عشان الصب يقطع يا والله إفلسكوا آه في حتة فيها شبكة أم البراء ماشي بقول لحضرتك أنا كنت باسمع رؤية شرعية بالسماعات وحط السماعات في ودن تمام فكنت بتنفض وأنا نيمة سعب بتنفض أول نيم تمام وكنت بقوم الصبح على جسمي في بطع الزرق تمام وبعدها بفترة أنا عملت مية ورقيت البات أنا حافظة الرؤية الشرعية أصلاً ورقيت البات وكده فحلمت إن زي ما يكون في حد بيقول آيات الآيات دي بسخر الجن فهو الجن ده طلع وقف كده على سرير من سرير أولاد يعني آه تمام فأنا مضتش أبصتله عشان مخفتش وأعدت أقول آيات الكرآن اللي هي تحرقه تمام فهو تحرق وانتهى خلاق تمام طيب بشغل رؤية على طول يا أنا حضرتك سؤال حضرتك بقى يا أم البراء إيه؟ نعم سؤال حضرتك هنا إيه؟ أنا بشغل رؤية على طول ودايما ما بقول ذكر لا إله إلا لأ بتتوب جامد جامد لدرجة التتوب بيجي بدموع وبهضة كثير منطق الذكر ده بتتوب على طول بحصلت طيب بص يا أم البراء إحنا في عندنا في فارق ما بين السحر وبين الحسد في علامات للسحر وفي علامات للحسد علامات السحر يأتي للإنسان ممكن الإنسان يكون ملبوس الإنسان يكون مصحور معموله عمل لذلك الإنسان لما بيروح للسحر أول شيء بيسأله عنه بيقوله إيه؟ اسمه أمك إيه؟ بيسأله عن اسم الأم ليه إيش معنى الأم؟ لأنه بياخد اسمه اسم الأم ويجمع ما بينهم يجمع الحروف ما بين اسمه واسم والدته فإن كان أقرب إلى الطين الاسمين لما يجبحهم على بعض لو كانوا أقرب للطين يدفنوا في الطين لو كان أقرب للماء يحطوا في الماء للهواء يعلقوا في شجرة على حسب الاسمين عشان كده بيسأل اسم الأم فالساحر لما يصحر الإنسان بيأتي إيه؟ عنده ألم في البطن ألم في بطنه هذا سحر من السحر المرأة يجد عندها في الرحم هذا سحر إنسان يلبس أحيانا يلبس تجد عنده تشنق ارتفاع في درجة الحرارة أحيانا وتشنق في عضء اليد أو القدم تجد عنده تشنق في العضء في اليد أو القدم هذا سحر يعني للسحر علامات وللحسد علامات المحسود دائما زي ما حضرتك ذكرتي يجده إنه دائما عنده يتتاوب على طول التساوب دائما بيتتاوب حاسس إنه عاوز زنام وهو مش عاوز زنام عنده خمول في الجسد هذا حسد في فارق ما بين السحر وما بين الحسد الإنسان إذا كان دائما عنده يتتاوب عاوز ينام في خمول في الجسد بصفة دائما ولكن لا ألم في البطن لا ألم في اليد لا تشنق في العضلات فده حسد إذا أتت الأعضاء الألم بقى في العضو ده بيبقى سحر ففي فارق ما بين السحر ومن الجسد فأخت أم البراء اللي تسأل عنه فده حسد والمطلوب منها الموازبة الموازبة على الرقية الشرعية التي دلنا عليها ديننا الحنيف المحسود والمسحور لا يطلب منه أن يذهب إلى عراف ولا أن يذهب إلى كاهن وإنما ما يطلب من المصحور وما يطلب من المحسود أن يتزم بالرقية الشرعية أنت قد تمرض أي إنسان في الدنيا يمرض وكل داء هذا مرض السحر مرض الإنسان إذا ما سحر فقد أصيب بمرض إذا ما حسد فقد أصيب بداء والله جلت قدرته ما أنزل داء إلا وقد أنزل له الشفاء علمه من علمه وجهله من جهله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لي ولا لك ولا لأحد أصيب بعين أو أصيب بسحر أن يذهب إلى الصحرة إلى العرافين إلى الكهنة إلى الدجالين لا يجوز فلان بيعالج بالقرآن لا تذهب فلان بيعمل جلب للزوجين فلان مش عارف يعمل إيه على القنوات الفضائية تجد أقولك فلان واتصل من السعودية واتصل من اليمن واتصل منين ومنين كل هذا دجل من أجل جلب الأموال كل هؤلاء يدجلون على الناس من أجل جلب الأموال ولكن ما ينبغي على المحسود ما ينبغي على المسحور أن يعرض نفسه أنا قد أشك في نفسه فأعرض نفسي على الرقية الشرعية لما أعرض نفسي على الرقية الشرعية وإيه هي الرقية الشرعية إلا أنا بعرض نفسي عليها وهذا أمر مهم جدا لمن كان محسودا لمن كان مسحورا أن يعرض نفسه على الرقية الشرعية وأن يرقي نفسه بنفسه إن كان له أخ إن كان له صديق إن كان له قريب فرقاه لا شيء ولكن الأصل ألا تذهب لا إلى عراف ولا إلا كاه ولا فلن بعالك بالقرآن وفلن بعالك بشيء كل هؤلاء يدجلون على الناس من أجل أن يتكسبون الأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعرض نفسك على الرقية الشرعية اقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين لمن كان مسحورا أو كان محسودا طيب ناخد اتصال هاتفي ونعود إلى الرقية الشرعية معنا الأستاذ علي الشيخ نعمية بارك الله يخبر بالنسبة لحنا الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء وقراءة صورة البقرة والحياة دي كلها والتحصينات مع ذلك ناس ثاني لا يتصلي ولا تذكروا تعمل حياة كبيرة لا تصب عين ولا تحسن ولا بيسرشك مع ذلك مع أذكار الصباح والإنسان بيصب بالحسن وبالعين والحياة دي ما بتحصنش للدرجة اللي هي أنا خريج أظهر وحافظ القرآن ومواظب على أذكار الصباح والمساء ودائما درصات بالحسن وبالعين والتساب والصب علي جدا يعني درية التساوبيت بأعلى من الصباح لو بعت الدور التاسم لو واحد تدر التاسم بيسم على صدر التساوبيتها وعني بالدمة ومع ذلك مواظب على الكارل يعني أنت حضرتك بتقول لي حضرتك بتقول لي أن أنت إنسان ملتزم الأستاذ علي بيقول أنا إنسان ملتزم قريب من الله ومع ذلك أصب ومع ذلك أصب بالعين وأصب بالحسن وقد أكون مصحور معنى كلامه وغيري من أهل الفجور يحيون في هناء ورخاء وسرور مزبوط؟ فما الحال؟ طيب أجاوبك يا أستاذ علي عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع ألم بي منذ أسلم انظر يا أخ علي إلى الفتنة التي تعرض إليها عثمان بن أبي العاص حتى لا يظن اليوم ظان أو يدعي مدعي أنه صلى لله رقعات أو سجد لله سجدات أو تصدق بصدقات قد استوجب على الله حقا لازما أن يعافي الله بدنه وأن يصححها وأن يبارك له في ولده وأن يوسع له في رزقه هذا وهم انظر إلى الفتنة التي تعرض إليها عثمان بن أبي العاص يقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع ألم بي منذ أن أسلم الوجع أتى إلى عثمان بن أبي العاص منذ أن أسلم كان الوجع ملازم للإسلام فتنة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون الشيطان يأتي لمن؟ الشيطان لا يذهب إلى دور الدعارة الشيطان لا يذهب إلى البار الشيطان لا يذهب لمن يعص الله ماذا يفعل معه؟ هذا صديقه وهذا قرينه ماذا يذهب ليه ليه؟ ولكن الشيطان يأتي لمن يصلي الفتنة تأتي لمن يصلي لما قال الله أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنوا وهم لا يفتنون لابد أن تأتي الفتنة أنت قد أسلمت وآمنت تأتي الفتنة لمن كان قريبا من الله ثم أقول لك الإنسان قد يمرض أي مرض عادي يعالج منه يوم شهر سنة سنتين كذلك المحسود كذلك المسحور هذا مرض تعالج منه يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين تواضب على العلاق كما أن المريض المرض العضوي يواضب على العلاق هذا مرض وهذا مرض وهذا له علاج وهذا له علاج علاج السحري وعلاج الحسد عند ربك تذهب وتلجأ به إلى الله وتتضرع إلى الله كيف تعالج بالرقية الشرعية تواضب عليها بيقين تواضب على الرقية الشرعية بيقين يعني الإنسان عندما يأتي فيرقي نفسه أو يلتزم بالرقية الشرعية أو يسمع الرقية الشرعية أول شيء أنا أتوضأ أنا أتوضأ أكون على طهارة الإنسان يتوضأ يكون على طهارة يكون حاضر القلب الإنسان يكون حاضر القلب ليس لاهيا ليس قلبه غافل يقرأ كلام لا يعيه يردد كلام لا يفقه منه شيء لا يعي ما يقول يلهو عما يقول هذا لن تنفعه رقيته الإنسان عندما يرقي نفسه يتوضأ يستحضر هيبة الله كما أن الإنسان إذا ما صلى ووقف بين يدي الله يستحضر هيبة الله وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت إلا ما خشعت كذلك في الرقية ليس لك من رقياتك إلا ما عقلت إلا ما استحضرت فيها خشية ربك إلا ما استحضرت فيها هيبة ربك إلا ما استحضرت فيها عظمة ربك أن الله الذي أتى بالضر هو اللحده الذي يستطيع أن يصرف عنه كهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما صحره لبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم هذا الرجل اليهودي صحر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يصحره في عقله الإنسان منه يصحر في عقله ها النبي لم يصحر في عقله وإنما صحر في خياله كان يخيل إليه في بيته أنه فعل شيء ولم يفعله يخيل إليه أنه فعل شيء في البيت وهو لم يفعل هذا الشيء فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن لجأ إلى الله فرفع الله عنه ما فعله لبيد بن الأعصم هذا الرجل الساحر اليهودي ورفع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم فأن تقرأ فاتحة الكتاب لمن كان مصحورا سبع مرات تقرأ آية الكرسي سبع مرات تقرأ آيات السحر المذكورة في القرآن الكريم واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان إلى آخره آيات السحر الموجودة وما جئتم به من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلمات إلى آخره تقرأ آيات السحر تقرأ خواتيم سورة البقرة خواتيم سورة البقرة إلا أنا بقول ده الإنسان يقرأه من أجل التحصن ومن أجل العلاد يعني الإنسان يقي نفسه من السحر طيب ناخد اتصال هاتفي الأستاذ محمد من إنا أستاذ محمد أيوة محمد بفضل بفضل سؤالك أستاذ محمد لو وقت رحض الشياط وكان معبول بالسحر لو كان إيه؟ وطل التلفزيون يا أستاذ محمد واحد رحض الشياط وكان معبول بالسحر هل ده حرام ولا حلال؟ تمام أستاذ يعرف أنه الحصاب ده حرام يعني وإيه؟ ما كانش يعرف أنه ده حرام أنه ده حرام؟ تمام أخير تمام ده سؤالك أستاذ محمد؟ يعني إيه؟ يعني واحد كان معمل له سحر وراحل أحد اللي هم بيدعوا أن هم بيعالجوا السحر وخلافه وما كانش يعلم أن هذا حرام صح؟ طيب عارفت شكراً أستاذ محمد دلوقتي إمت واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافاً أو كهناً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ولم يصدقه فيما يقول فإن صدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزله على محمد لأن هذا الدعاء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله من فعل ذلك عليه التوبة أنا ما كنتش أعرف وعرفت أن هذا الأمر حرام فأنا أتوب وأندم وأستغفر الله أني قد فعلت هذا الشيء عن جهل مني والله تبارك وتعالى غفار الذنوب ستير للعيوب يغفر الله جل قدرته ذنبك أيًا كان ما دمت تبت وأنابت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يغفر لك ذنبك ويصفر عليك عيبك نعود إلى الرقية الشرعية سواء للمسحور أو الإنسان اللي هو بيقي نفسه من السحر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن آيات الكرسي أن الإنسان إذا أخذ بآية الكرسي لا يقربه شيطان في المساء حتى يصبح إن قرأتها في الصباح لا يقربك شيطان حتى تمسي إذا أنت في أمن وأمان من الشيطان إذا ما تحصنت بالله ولجأت إلى الله وقرأت آية الكرسي إخواتين سورة البقرة من أخذ بإخواتين سورة البقرة كفتاه يعني كفتاه من السحر وكفتاه من أي شر يكون كما أخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سورة البقرة كاملة عليكم بسورة البقرة في حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة يعني الصحرة سورة البقرة تقرأها كاملة هناك البيوت نصب بالسحر لماذا؟ بيوتنا لا يقرأ فيها قرآن أصلا نحن ندعي الإيمان وندعي التقى وبيوتنا فيها الغناء والباطل ولا يقرأ فيها كلام الله ربما يمر عليك الشهر والشهرين ولا تقرأ آية من كتاب الله ربما لا تقرأ ذكر من أذكار الله لا تأخذ بأذكار الصباح ولا المساء انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة أي الصحرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إذن أنت في حصن وفي أمن وأمان من الرحيم الرحمن إن لم تكن مصحورا إن كنت مصحورا أو كنت محسودا فأخذت بهم أتاك الشفاء من عند الله تبارك وتعالى فانظر الفاتحة آيات السحر في سورة البقرة سورة البقرة كاملة آية الكرسي خواتيم سورة البقرة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر نذلت عليه المعوذتين فقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم فشفيا بأمر الله وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما ما تعوذ المتعوذون بمثلهم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخر سورة البقرة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ومعهم قل هو الله أحد ما تعوذ المتعوذون بمثلهما والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أخذ بقل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سلاس مرات حين يصبح وسلاس مرات حين يمسي لا يصيبه في ذلك اليوم لا وصب ولا نصب لا يصيبه مرض ولا يصيبه فلد ولا يصيبه سحر أنت لا تصحر عندما تقرأ كل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سلاس مرات حين تصبح وحين تمسي لو اجتمعت عليك شياطين الإنس والجن على أن يسحروا كما استطاعوا وإنما الإنسان يصحر على حين غفلة الإنسان يتلبس بالمعصية أنت تحصن نفسك إنسان يحصن نفسك ثم يأتي فيتلبس بالمعصية فيقع عليه السحر يقع عليه الحسد تأتيه العين يأتيه السحر يصيبه السحر متى؟ عندما تكون في غفلة عن الله أتقول أنا أريب من ربنا أريب من ربنا أنا أصلي أنا أصوب أنا أزكي أنا أحج فلان لا يفعل فلان لا يصلي فلان لا يتصدق فلان في أمن وأمان أنا في فتنة هي فعلا أنت في فتنة أنت في ابتلاء من الله الله يبتليك على قدر دينك من رضياء فله الرضا ومن صخط فله الصخط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صخط فله الصخط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقرأ هذه الآيات متأنيا هذه الأذكار تأخذ بها مترسلا الرقية الشرعية تأتي بها متأنيا يعني جيش واحد يقول أنا بقرأ آية الكرسي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان لما يقرأها في الصبح ما يصيب الشيطان يقرأها بالليل قبل المنام لا يأتيه شيطان لا يقربه شيطان إلى آخر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير أنا أفعل ذلك ولكن أنت لا تستحضر قلبك عندما تقرأ كلام ربك أنت تقرأ القرآن ولا تعيي عندما تقرأ القرآن تقرأه بقلبك تقرأه خاشعا تقرأه متأنيا مرتلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حمضهما وهو العلي العظيم متأنيا متدبرا لكلام ربك أما أن تقرأ ولا تدري ماذا قرأ فلن ينفعك المرء يقرأ ولا يدري ماذا قرأ ثم لا يكون عنده اليقين أن الشفاء بيد الله الإنسان يذهب يذهب إلى الساحر يذهب إلى الدجال ربما يأتي من عنده بعدما خسر دينا يعود ويظن أنه قد عفيا وأنه قد شفي ليه لأنه ربما المسألة تكون عنده مسألة نفسية إحاء نفسي مسألة نفسية وهو نفسيته عنده يقيم عنده قناعاته أن هذا سبب في شفاء وأن هذا يأتي بالشفاء هذا الساحر هذا الكاهن يأتي بالشفاء فهو يذهب إليه ويعتقد أن الشفاء عنده فيأتي وقد رفع عن مسألة نفسية أنت عندما يكون يقينك بالله عاليا وإيمانك بالله سابتا لا تزعزعه الجبال الله هو النافع الله هو الضار الله هو الشافي لا يشفيني مما أنا فيه من هذا البلاء الذي نزل بساحتي إلا رب لا أحد لا سحرة لا دجالين لا عرافين لا أحد يشفيني من هذا الداء إلا الله ولا يقدر على الشفاء إلا الله عندما يكون عندك هذا اليقيم تشفى بأمر الله الواحد يبقى تعبان تعبان يروح للدكتور يقول له رح للدكتور الفلاني بيتكلم حلو أسلوبه كويس مهذب في الكلام مبتسم مبتسم فلما يروح له هو يعظم أنه علشان أسلوبه كويس خلاص يعتقد أن هذا الدكتور شاطر جدا يكتب له علاق بسيط جدا يعود فيشفى بأمر الله رب العالمين مسألة نفسية فالإنسان لابد أن يكون عمده يقين في الله أن الله تبارك وتعالى هو الذي يشفيه ولا نذهب لا إلى سحرة ولا إلى كهنة ولا إلى دجالين فكل هذا يغضب الله رب العالمين ونسأل الله جلت قدرته أن يحرصنا بعينه التي لا تنام وبركنه الذي لا يضام وأن يرفع عنا الأذى إنه ولي ذلك والقادر عليه هو على كل شيء قدير وفي نهاية الحلقة نشكركم جميعا وإلى لقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر